موسيقى دسعات الجيال غريب من السلال طعميته وشربته مين هاللبناني يقب يدوره حور حوالين بنت أختي انت عارف انه عنا هناك يعتبروك بطل؟ شو جايه بطلنا يسوي عنا؟ ليلى أنا مشبور يموت عشرين سنة ويشرف بعدين نمسينا ابن خيل بس نفسر هذا الإنسان ابنه البطل الميت آمن من الموت وراح أحفر ليلى أنا صرت عارف انه أغلبية جرايم الشرف في وراها خبايا عائلية أنا موت وريك مات صارت مسؤوليتي أنا أدافع عن شرف العالي ابن إبراهيم مات من عشرين سنة وانت مش عارف مين انت روح من هون هذا فريد ببل بلتك بللحمك ودمك أنا بعتلك بجديد أنا جاهز لأي حد ولاش كلام هبلة من يبه كتل دب لاتخط سمعتنا ووصمت شرف برياض يا رفاق 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 المبادرة اللي قمت بيها فاشلة أحسن إشي ضب أغراضك ومشي على لبنان والوالد كان ذلك طيب صاني شريف تفتخر فيه كل العائلة تعدك تحسوا من اللي اللي تحسها لم يكشف اهمتها الحكاية وبعدك تارت من عش اسكو تفرشوا فيه الفيلم واللي تارت كتفهينها انتي هي أبسخة انتي تفهم اللي اللي أخوها عمل هو اللي قام بكل شيء اي والعقلية متاع الكبار مثالة مكبوتة مثالة مربوطة مثالة مهيش حنيوية لتتحل لتنفتح وبانت فيه شوية تحكنا شوية كلي مخطأ على الإجاب مفهومة والمساج وصلت ديما الشرف في أردن لبنان سوريا مصر سلسوجي أردن عجبني فهمة مشكلة كبيرة هي متاع قضية الشرف في الشرق وترى السين مش حتى قضية الشرف يعني البو يتعدى على بنته الخو يتعدى على أخته وبعد يكتموه يقولوا قضية شرف في العالم العربي عم نخترق الطبو ما بقىش عنا طبو ولكن هايدي النقطة بالذات هايدي النقطة تتعلق شوي بالعشائر ونحترم نحنا تقاليد العشائر والمجتمعات اللي موجودة بالعشائر ونعتبر تقاليدهم نحنا مشينا عليها اجتماعيا لكن في هذه القافة الاجتماعية اللي هي اسمها جرائم الشرف واللي تؤدي أحيانا من خلال سفاح القربة هايدي شيء قافة يعني من المعيب انها تكون موجودة بعد اللي احنا بوطن العربي فمش لازم نعتبرها طبو خلاص لازم نخترق الطبو نحن بالأردن يعني بالأردن ولا مش عم بشجع للصورات يعني بس بس لها انه خلاص شعوب صار بدنا الحرية يعني ما بعرف شو مفهوم الحرية اللي هوين بتوصل بعدين بنعرف النتيجة بكير نعرف كلود المخرج هو شخص كتير انيق وبفتكر وصل الفكرة اللي هي تابو المأزية كمان بشكل كتير خفيف ومش ما هم تقولي غلفة غلفة يمكن كمانا يمكن ما كتير فات بالموضوع يعني ما منشوف شي كتير بس منو من النوع اللي خللوا المثلين يعملوا اشة كتير فضيعة يعني كنتش كان كتير ممسوك هدا اللي هم تقولي لديك مشاعرك هي مواجهة لإلك مواجهة للمشاهد المشاهد ليفهم ليفهم الفيلم مش نعمل سينما لعشر أشخاص ولا لعشر شخص ما بقاش خلاص نخلص بقى من السينما النخبويه من المسلح النخبوي صار في شعب صار في ناس كل ناس يجب تحضر كل ناس يجب تشوف كل ناس يجب تحب المشاهد نوع من المشاهد كيف تعلينا؟ بهذا الشخص يكون من أمشي لذلك فهذا ما زلقل من 10 أو 12 شخص موسيقى كنت تتعلم أن تتعلم أن تتعلم تكتب فيني عندما تتعلم عندما أعلم يحي الله لكتب في المتابعة يحي الله أكبي أمي تجننتي تبشيري أمي جننتي تبشيري أمي أن أمي أنك أمي توفر وإن كنت تجننتي تبشيري أمي توفر إلى جهد يدياركة كيم البدن حكومي تحتشاب imaging الذين على جنيه ون يوشهاد أن يسأل في الجنس في المنزل اليهما مضى السمية قام ببطريبا في سرعة ومن ثم يكون محاولة. وهي محاولة مع محاولة. وهي محاولة في محاولة. اشتركوا في القناة شكرا 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 في القناة